تتمت رواية الحرب والسلم للكاتب الروسي ليوتولستوي الفصل 11 من المجلد الثالث بعنوان بير يغادر موجايسك صباح الخامس والعشرين غادر بير موجايسك ولكي ينحذر على طول الشارع المتعرج الذي يخرج من المدينة تاركا على اليمين الكنيسة التي كان يقام فيها قدس وسط قرع أجراص ترجل من عربته وقطع المسافة على قدمه ومن ورائه كانت فرقة من الفرسان يسبقها مشدوها بينما راحت قافلة من الجرحة في معركة الأمس تصعد المنحدر في الاتجاه المعاكس والقراويون الذين يسوقونها يهرعون من جانب إلى آخر من الشارع وهم يملؤون الجو صراخا وقرعا بالصيات وكانت العربات التي تقل كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة جرحة جالسين أو مستلقين تتأرجح فوق الحجارة الملقات هنا وهناك بمتابة رصيف للطريق والجرحة بوجوهه مشاحبة ملتفون في أسمال وقد قدموا شفاههم وقطبوا حواجبهم يتشبتون بجوانب العربة ويصطدم بعضهم ببعض وكانوا كلهم تقريبا يتأملون قبعة بير البيضاء وثوبه الأخضر في فضول سبياني صاح حودي وهو كان حودي بير بسائق العربات أن يتنحوا جانبا لكن فرقة الفرسان الذين كانوا ينحذرون على الطريق يسبقهم ضوضاؤهم قطعت كل تقدم توقف بير وانتباد سفح التل الذي بلغ من انحداره أن الشمس ما كانت تستطيع التوغل في الطريق العميق الوعر فكان المرء يشعر بالبرد والرطوبة وفوق رأس بير أداء صبح جميل من أيام آب بينما راح قرع الأجراس يتبدد بوداعة توقفت إحدى العربات على جانب الطريق بالقرب منه فهرع السائق وهو مبهور الأنفاس فوضع حجرا تحت العجلة الخلفية وأصلح عدة حصانه التفت أحد الجرحى وهو جندي مسن يحمل ذراعه إلى عنقه يتبع العربة مشيا على قدميه ويتشبت بها بيده السليمة إلى بير ويسأله قل لي أيها المواطن هل تحلم ما إذا كانوا سيتركوننا هنا أم سيحملوننا إلى موسكو كان بير مستغرقا في أفكاره حتى أنه لم يفهم السؤال كان يتأمل فرقة الخيال التي بلغت الآن مكان القافلة تارة وطورا العربة القريبة منه حيث جلس فيها جريحان واستلقى ثالث وكان يخيل إليه أن هؤلاء سيعطونه حل المسألة التي تشغله كان أحد الاثنين الجالسين مع صوب الرأس كله بالخرق وثمه وأنفه معوجان وقد أصبح أحد خديه المنتفخ ولا شك من أطر جرح في حجم رأس تفل صغير وكان يرسم على صدره إشارة الصليب وهو شخص بأبصاره إلى الكنيسة أما الثاني وهو شاب ممتقع الوجه أشقر الشعر يبدو كأنه فقد آخر قطرة من الدم في وجهه الضقيق فقد راح يتأمل بير وعلى شفته ابتسامة رقيقة مطبوعة بينما كان الثالث مستلقيا على بطنه لا يمكن تمييز معالم وجهه وبلغ المغنون الفرسان مكان تلك العربة بالذات وهم يضجون بأغنية راقصة يستصيغها الجنود بينما راح قرع الأجراس وكأنه يريد أن يرجع الصدى ولكن على نمط بهيج آخر يبعتر في السماء أنغامه المعدنية ألقى الجندي ذو الوجنة المنتفخة على المغنين نظرة غاضبة وغمغم يا لطخمة خالقي البلبلة وقال الجندي المسن الواقف وراء العربة وعلى شفته ابتسامة كئيبة في هذه الساعة لا يكفي الجنود بل إنهم يأخذون كذلك أبناء الأرض لا تمييز في الوقت الحاضر يجب أن يشترك كل الناس في الحرب ماذا؟ إن موسكو كلها تمر يجب الفراغ من هذا الأمر وعلى الرغم من قلة الوضوح في هذه الكلمات فإن بيير فهمها كلها وأيدها بإشارة من رأسه ثم أصبح الطريق حرا فلما وصل بيير إلى أسفل المنحدر عاد إلى عربته استقلها وتابع الطريق كان يدير بصره فيها حوله باحثا عن وجوه يعرفها لكنه ما كان يرى غير عسكريين من مختلف الأسلحة لا يعرفهم وكلهم يبدي دهشته لقبعته البيضاء وثوبه الأخضر بعد أن يشتاز ميلا وجد أخيرا شخصا يعرف هدفه يناديه بابتهاج كان أحد رؤساء الأطباء في الجيش يرافقه طبيب شاب وكانت عربته الصغيرة آتية في الاتجاه المضاد لوجهة عربة بيير ولما عرف بيير أشار إلى الحوذي القوقازي أن يقف كيف؟ هذا أنت يا كونت؟ ماذا تفعل سعادتك هنا؟ لقد استبدت برغبة للمعاينة آه نعم سيكون هناك ما يرى؟ نزل بيير من عربته وعبر له عن رغبته في حضور المعركة فأشار عليه الطبيب أن يتصل بعدم الرفعة مباشرة قال وهو يتبادل نظرة مع زميره الشاب الله يعلم أين يمكنك أن تجد لنفسك مكانا خلال المعركة إذا كنت غير معروف إن عظم الرفعة على الأقل يعرفك وسيستقبلك بحسن التفاتة نعم يا عزيزي هذا ما يجب أن تفعل كان الطبيب بادي التعب مستعجلا سأله بيير آه أتظن؟ ولكن قل لي أين موقعنا؟ الموقع هذا ليس من اختصاصي عندما تجداز تاتير نيفو سترى أنهم يحفرون هناك مساحة كبيرة من الأرض اسعد التل ومن هناك يمكنك أن ترى آه حقا لو أنك لكن الطبيب كان قد عاد إلى عربته قال وهو يشير إلى حنجرته كنت سأرافقك عن طيب خاطر لكنني كما ترى ملآن إلى هنا إنني ذاهب لدى قائد الوحدة أتدري كيف تسير الأمور يا كونت؟ غدا سندخل في معركة ويجب أن نحصيها في أقل تقدير عشرين ألف جريح على مئة ألف محارب وليس لدينا نقالات ولا أسرة ميدان ولا ممرضون ولا أطباء حتى لستة آلاف شخص صحيح أن لدينا عشرة آلاف عربة لكننا في حاجة إلى أشياء أخرى ويجب أن نتدبر الأمر لم تلبت أن طفت بدهن بير فكرة غريبة بين هذه الألوف من الرجال الأحياء الأصحاء الشبان والكهول الذين يمرون أمامه الآن ويتأمرون قبعته البيضاء باستغراب فيه تسلية عشرون ألف ندروا لاحتمال الآلام والموت لعلهم هؤلاء أنفسهم الذين يشاهدهم الآن قد يموتون غدا فكيف يمكنهم التفكير في شيء آخر غير الموت وبالقرب من منزل أحد السادة على يصار الطريق وقفت عربات نقل وعربات ركاب وجماعة من الخفراء والأتباع إنه مقام عظيم رفعة لكن هذا كان متغيبا في الساعة التي وصل فيها بير كما كان معظم أفراد هيئة الأركان متغيبين لقد كانوا جميعا في القدس الديني المقام لذلك فقد استمر بير باتجاه غوركي وعندما دخلت عربته شارع القرية الصغير بعد أن صعدت مرتفعات شاهد لأول مرة قرويين متطوعين في ستراتهم البيضاء يحملون صليبا على قلانسهم وهم يضحكون ويتكلمون بأصوات مرتفعة في حماسة تنضح أجسادهم بالعرق ويشتغلون على تل كبير إلى يمين الطريق اكتسحته الأعشاب الطفيلية حتى رأى بير هؤلاء القرويين منكبين على آداء عمل غير مألوف لديهم تذكر جرح مجايسك فأدرك معنى كلمات الجندي المسن العميقة يجب أن يتدخل كل الناس في الأمر لقد أوحى هؤلاء الرجال الملتحون كلهم الذين يشتغلون في ساحة المعركة ويرفتون الأنظار بأحذيتهم الغريبة وأقذلتهم السابحة في العرق وستراتهم تلك المفتوحة من الجانب التي تترك للعين فرصة مشاهدة تراق عظيمة بارزة أوحوا إلى بير أكثر من أي مرة سبقت أنه استطاع مراقبة وسماع خطورة الساعة الحاضرة وجلالها أيقونة سمولينسك نزل بير من العربة ومر بين المتطوعين الدائبين على العمل وارتقتل الذي يمكن للمرء من أعلى أن يشاهد ساحة المعركة حسب قول الطبيب كانت الساعة الحادية عشر قبل الظهر والشمس التي كانت وراء بير إلى يساره قليلا تضيء في جو نقي نادر المشهد المشهد الهائل الذي تبدأ أمام عينيه على شكل ميدان كان طريق سمولينسك العريض يقطع هذا الميدان إلى اليسار متعرجا وهو يرتفع عبر ضيعة صغيرة ذات كنيسة بيضاء وقاعة على بعد خمسمائة خطوة إلى الأمام في مستوى أدنى من التل هي قرية برودينو وكان هذا الطريق يمر هناك عبر جسر وفي سلسلة من المرتفعات والمنخفضات باتجاه مركزي فالو بيغو الذي يحتله نابوليون والذي يراه الناظر على بعد ميل ونصف الميل من هناك وبعد ذلك يختفي الطريق في غابة مصفرة وفي تلك الغابة من أشجار السندر والسنوبر إلى يمين الاتجاه الذي يسير الطريق فيه كانت الشمس تلتمع فوق قبة جرسي دير كولوتشا وصليبه وإلى أبعد من ذلك على يمين الغابة والطريق ويسارهم في البعد الضارب إلى الزرقة ظهرت هنا وهناك نيران والمعسكرات ثم الكتل تحت الواضحة لقطاعاتنا وقطاعات العدو وإلى اليمين على طول كوليتشا وموسكوفا كانت الويديان تحتل الأرض وبينها علاء مقريتي بيزوبوفو وزاخارينو أما إلى اليسار فكانت الأرض أكثر استواءا وكانت تظهر للعيان حقور القمح وبقايا قرية سيمونو فيتسكي المحترقة كان كل ما يراه بير من الإبهام حتى أن ما من شيء في اليمين أو اليسار كان يجب تماما على ما كان يتوقع فبدلا من ساحة المعركة التي كان يتوقع أن يرى أن يجد فيه غير البرار والمزارع والقطاعات والغابات والنيران المعسكرات والقرى والتلال والأنهار وعلى الرغم من الانتباه الشديد الذي صرفه فإنه لم يتوصل إلى معرفة الموقع ولا حتى أن يميز قطاعاتنا من قطاعات العدو حدث نفسه قائلا يجب أن أسأل شخصا مختصا ثم اتجه نحو ضابط كان يتأمل بفضول جسمه الضخم قليل الشبه بالأجسام العسكرية وقال له هل أستطيع أن أسألك عن اسم هذه القرية هناك قبالتنا أجاب الضابط وهو يتفت نحو زميله برودينو أليس كذلك فصحح الزميل بل برودينو اقترب الضابط الذي بدى شديد الإغتباط بالترطرة فسأله بير هل هم رجالنا هناك نعم وهناك إلى الوراء الفرنسيون هناك هل ترى عين ولكن يمكن رؤيتهم بسهولة العين المجردة هناك انظر أشار الضابط إلى الأدخنة المتساعدة على اليسار عبر النهر وقد اتسم وجهه بذلك الميسمي قلقا صارما لاحظه بير وعلى وجهه سحنة الآخرين كلهم سأل بير وهو يشير إلى تل إلى اليسار كانت ترى حوله قطاعات من الجنود آه هؤلاء هم الفرنسيون وهنا إنهم جماعتنا آه جماعتنا وهنا وأشار إلها ضبط أبعد تتوجها شجرة كبيرة غير بعيدة عن قرية منزوية في منحدر من الأرض كان الناظر يرى إلى جانب النيران المعسكر المدخنة شيئا ما أسود اللون ذلك هو حصن جيفاردينو هناك إنه هو أيضا لقد كنا أمس هناك واليوم أصبحت له هو أي موقعنا إذن وأين موقعنا إذن فقال الضابط بابتسامة رادية مواقعنا إنني أستطيع أن أصفها لك وصف العارف لأنني أنا أعرف أنني أشرفت على تحذير كل الخنادق والمتاريس إن وسطنا كما ترى في برودينو هنا وأشار إلى القرية ذات الكنيسة البيضاء المثلة أمامهم مباشرة وهنا يقوم ممر كولوتشا انظر إلى هناك حيث تقوم صفوف من العشب المزوم إن الجسر قريب من هنا إنه وسطنا وجناحنا الأيمن وأشار إلى أخدود متعرج منحدر عند أقصى اليمين إنه الموسكوفا يسيل هنا ولقد أقبنا ثلاثة حصون منيعة قوية جدا أمام جناحنا الأيصر لعمري إن من الصعب تفسيره لكننا سحبنا الجناح الأيصر إلى الوراء والآن انظر هنا إلى القرية والدخان إنها سيمونوفوتسكي ثم هنا وأشار إلى هضبة رايفيسكي مع ذلك إن من المشكوك فيه أن تدور المعركة هنا لقد مرر هو قوته من هنا لكنها خدعة سوف يقوم ولا رايب بحركة التفاف إلى اليمين إلى يمين موسكوفا على أي حال إن عددا كبيرا لن يحضر نداء التفقد غدا قطعه صفه ضابط عجوز كان قد اقترب في أثناء الحديث وراح يصغي بصمت وقد ساءته على رايب ملاحظة رئيسية حول ذلك الموضوع قال له بلهجة خشينة ينبغي لنا أن نحصل على بعض القفاف بدأ الضابط مضطربا وكأنه أدرك أن من الممكن للجنود التفكير في أن كثيرا من الزملاء لن يحضروا نداء الغد ولكن ليس من اللائق التحدث عن هذا الأمر فأجاب متعجلا لا بأس أرسل السرية الثالثة أيضا ثم التفت إلى بير وقال ولكن أنت؟ من أنت؟ طيب بلا رايب كلا إنني هنا هكذا ولما نزل بير مر من جديد وسط المتطوعين وكان الطبيب يتبعه بخطوات واسعة قال هذا وهو يسد من خاريه آهن يا للأقدار وقالت أصوات كثيرة ها هم أولاء إنهم يحملونها إنهم آتون ها هم أولاء ولم يلبت الضباط والجنود والمتطوعون أن اندفعوا إلى الطريق كان موكب يصعد الهادبخ خارجا من برودينو وعلى رأسه يتقدم لواء من الموشات حسر الرأس مخفوض السلاح فوق الطريق الغبراء ومن وراء الجنود ارتفعت أناشيد كنائسية وهرع الجنود المتطوعون وقد رفعوا قبعاتهم وتخطوا بير لاستقبال القادمين وقد جاءوا بها بالأم الطيبة حاميتنا عدراء إيبيريا نوتردام دي بري فصحح آخر كلا بل عدراء سمولينسك وألقى المتطوعون الذين كانوا في القرية والذين كانوا يعملون في إعداد بطارية المدفعية المعاول من أيديهم ومضوا لاستقبال الموكب الديني وكانت الهيئة الدينية في حلل القدس تتقدم وراء لواء المشات كاهن عجوز وحوله فريق من الشمامس والمرتلين وفي أعقاب هؤلاء كان عدد من الضباط والجنود يحملون أيقونة كبيرة ذات وجه مسود في زينتها المعدنية الخاصة وكانت هذه الأيقونة هي التي حملوها من سمولينسك وظلت منذ ذلك الحين تتبع الجيش في تنقله ومن الوراء والأمام وعلى الجانبين راح عدد كبير من العسكريين يمشي أو يجري والرجال حاصروا الرؤوس يخشعون توقفت الأيقونة عند قمة التل وتناوب الأشخاص الذين كانوا يحملونها بقطع من القماش وأعاد حاملوا المباخر إشعال مباخرهم وبدأ القدس كانت إشعاعات الشمس تسقط عمودية ونسمة الخفيفة تتلاعب بشعر الأيقونة والأشرة التي تزينها تتصاعد وتضيء في السماء وتكأكئ حشدا هائلا من الضباط والجنود والمتطوعين حول المكان وشغل الضباط الكبار فراغا خصص لهم وراء رجال الدين تقهقار فجأة الحشد الذي كان متكاثفا حول الأيقونة فاندفع بير إلى الوراء مع الحركة ولقد دلت هذه العجلة في الانتظام في صفوف على قدوم شخصية رفيعة المقام كان كوتوزوف هو القادم ليتفقد الموقع ويعود إلى تتاري نوفو ولقد عرفه بير من شكله البارز تقدم بمشيته المتأرجحة وتوقف وراء الراهب مباشرة ثم رسم إشارة الصليب بحركة آلية ولمس الأرض بيده وبعد أن أطلق زفرة عميقة أحنا رأسه الأصلاع وكان بينيكسين وحاشيته يتقدمون من ورائه ولم يلبت حضور القائد الأعلى أن احتكر عناية كبار الضباط بيد أن المتطوعين والجنود لبتوا مستغرقين في صلاتهم دون أن يعيره التفات ولما انتهى القداس اقترب كوتوزوف من الأيقونة وتهاوى على ركبته ثم سجد حتى بلغ الأرض وظل طويلا دون أن يستطيع النهوض بسبب ثقل وزنه وضعفه حتى تقلص وجهه من الجهد أخيرا هذا وقرب شفته بصورة تدل على سداجته الطفولية وطبع قبلة على الصورة ثم انحنى من جديد ولمس الأرض بيده فاقتدى به الجنرالات كلهم ثم الضباط ومن بعدهم الجنود فالمتطوعون وهم يتدافعون ويتنحرون لاهتي الأنفاس يعلوط تأرى وجوههم في خطوط القتال بينما راحت الجماهير تدفعه من جانب إلى آخر راح بير يلقي نظرات ذاهلة حوله ماذا هو صوت؟ كونت بير كيرلالوفيتش أنت هنا التفت بير فإذا ببوريس دروبوتسكو يتقدم نحوه باسما وهو ينفض الغبار عن ركبتيه التي اتسختها والعريب بسبب ركوعه على الأرض أمام الأيقونة كان يبدو في أناقة مدققة مرتدية مثل بيزوخوف سترة طويلة ويتقلد صوتا في تلك الأثناء كانت كوتوزوف الجنرال الأعلى قد بلغ القرية وجلس في ظلال أقرب ببيت على مقعد جاء به قوقازي راكدا وغطاء آخر ببساط وكانت حاشية مرموقة كثيرة العدد تحيط به عاد الموكب الديني إلى المسير بينما توقف بير على بعد ثلاثين خطوة من كوتوزوف يتحدث مع بوريس شارحا له رغبته في حضور المعركة وفحت الموقع فقال له هذا هذا ما سوف تفعله سوف أقدم لك حفاوات المعسكر لا ريب أن أفضل مكان لمعاينة المعركة هو حيث يقف الآن بنيكسين إنني مرحق به وسوف أخطره وإذا كنت ترغب في تفقد الموقف فما عليك إلا أن تتبعنا لأننا ذاهبون الآن لتفقد الجناح الأيصر وعند عودتنا سوف تسمح لي بأن أصطدفك هذه الليلة وسوف نمضي صهرة طيبة إنك تعرف ولا ريب ديمتري سيريغيتش ها هو دامسكانو وأشار إلى البيت الثالث من قرية غورغي وقال بير لكنني كنت أفضل زيارة الجناح الأيمن الذين يزعمون أنه حصين جدا ولكم أود الطواف بالموقع اعتبارا من موسكوفا يمكنك أن تقوم بذلك فيما بعد بيد أن النقطة الرئيسية هي الجناح الأيصر نعم نعم ثم ألا تستطيع أن تدلني على الفيلق الذي فيه الأمير بولوكونسكي فيلق أندريا نيكولايفيتش سوف نمر أمامه وسأقودك إليه شكرا وماذا كنت تريد أن تقول عن الجناح الأيصر استدرد بوريس وهو يخفط صوته بلهجة كانت كمن يودع سرا في الحقيقة وهذا بيننا إن هذا الجناح الأيصر في حالة مؤقتة أكثر منها ثابتة الأمر الذي لم يكن الكونت بينيكسين يرغب فيه مطلقا كان يريد أن يحصن هذا التل هناك على شكل آخر مختلف وأضف وهو يهز كتفه غير أن عظيم الرفعة لم يرضى أو أنهم أثروا فيه ذلك لأن أتوقف عن الكلام فجأة لكن بوريس لم يتم سرد فكرته لأن كايساروف أحد مساعدي كوتوزوف العسكريين اقترب من بير في تلك اللحظة فاستطرد بوريس بضحكة المالحة وجهها إلى القادم الجديد آه عزيزي إنني كما ترى أحاول أن أشرح الموقف للكونت يا لبراعة عظيم الرفعة في تخمين نوايا الفرنسيين إنه الأمر رائع سأل كايساروف إنك تتحدث عن الجناح الأيصر نعم بالضبط إن جناحنا الأيصر الآن قوي جدا على الرغم من أن كوتوزوف صرف من الأركان العامة كل الذين لا نفع منهم فإن بوريس استطاع أن يحتفظ بمركزه في المقر الرئيسي من طريق الالتحاق بحاشية الكونت بينيكسين وكان هذا كالآخرين يعتقد أن له فيدروبوتسكوي الشاب مساعدا تمينا كانت القيادة العليا تنقسم إلى قسمين بيينين جانب كوتوزوف وجانب بينيكسين رئيس الأركان وكان بوريس منتميا إلى هذا الجانب الأخير يوحي إلى مسامعه رغم إبدائه احترام الخادم للمخدوم بأن العجوز لا يساوي شيئا وأن بينيكسين هو الذي يسير دفة كل شيء وكانت اللحظة الحاسمة تقترب فإذا ضاعت المعركة نوحي كوتوزوف ووجبت تسليم منصبه إلى بينيكسين أما إذا ربحت المعركة فإنهم سوف يتدبرون الأمر على العكس ليجعلوا شرف النصر راجعا إلى بينيكسين على أي حال فإن نهار غد سيؤدي إلى توزيع المكافآت على نطاق واسع كما سيؤدي في المرحلة الأولى إلى مجيء رجال جدد ذلك كان السبب الذي جعل بوريس ذلك اليوم في هرج ومرج شديدين جاء بعد كايا ساروف عدد آخر من معارف بيير فأحاطوا به حتى أنه بات يجد صعوبة في الإجابة على كل الأسئلة التي راحوا يوجهونها إليه عن موسكو وفي تتبع كل الأقاصص التي شرعوا يرونها على مسامعه كانت الوجوه كلها متأثرة وبالغة ذروة الإنفعال ولكن خيل إلى بيير أن كل ذلك التهيج إنما يرتكز على أسس أقامتها المصلحة الشخصية فلما يستطيع إلا أن يقارنه بذلك الذي قرأه على وجوه أخرى والذي نجم عن مسألة كلية مختلفة مسألة الحياة أو الموت ولحظ كوتوزوف شخص بيير الضخم والزمرة التي تحيط به فقال آميران أن يأتي إليه وحمل مساعد عسكري رغبة عظيم الرفع إلى بيير فتوجه هذا نحو مقعد الجنرال لكن جندي من المتطوعين سابقة وكان ذلك الجندي هو دولوخوف سأل بيير كيف جاء هذا إلى هنا أجابه بعضهم أوه إنه بارع يعرف كيف يتسلل في كل مكان لقد هبطت رتبته من جديد وهو يرغب الآن في أن يسترد مركزه ولقد قدم عددا من المشاريع المختلفة وقام بغارة ليلية على خطوط العدو ذا مجال للنقد إنه فتى صندد رفع بيير قبعته وانحنى باحترام أمام كوتوزوف وكان دولوخوف في تلك اللحظة يقول ولقد فكرت أنني إذا خطبت سموكم فإن أسوأ ما يمكن أن يقع لي هو أن ترفضوا الإصغاء إلي أو أن تقولوا إنكم عارفون كل هذا مثل ما أعرفه حسنا حسنا وإذا كنتم سموكم في حاجة إلى رجل لا يخشى قط تعرض نفسه للخطر فلتتفضلوا بتذكر اسمي لعلني أكون نفعا لسموكم كرر كوتوزوف وقد وقعت عينه الضاحكة على بيير حسنا في هذه الأثناء كان بوريس ببراعته ولباقته قد استطاع أن يجعل نفسه ملازما لبيير إن جوار الرئيس الأكبر مباشرة فقال بلهجة طبيعية جدا لا يتطرق إليها الشك يخاطف بزوخوف وكأنه ينهي حديثا بدأ بينهما لقد ارتدى المتطوعون قمصانا جديدا بيضاء ليستعدوا للموت يا لها من بطولة يا كونت وكان يشك في أن لا تلفت هذه الكلمات انتباه كوتوزوف والواقع أن هذا ما لبث أن سأله ماذا تقول عن المتطوعين لقد ارتدوا يا صاحب السمو قمصانا بيضاء استعدادا ليوم غد للموت فقال كوتوزوف آه يا له من شعب رائع يا له من شعب لا يضاهى وأغمض عينيه وهز رأسه وأطلق زفرة وردد نعم يا له من شعب لا يبارى ثم خاطب بيير سائلا إذن إنك تريد أن تستنشق رائحة البارود نعم إنها رائحة جميلة للشرف في أن أكون أحد المعجبين بالسيدة زوجتك كيف حالها؟ إن معسكري رهن أمرك وكما يحدث عادة للأشخاص المسنين أدار كوتوزوف حوله نظرة ساهمة وكأنه لم يعد يذكر ما كان يريد أن يقول أو أن يعمل ثم استدعى بإشارة لسيري جيتش كايساروف أخا وهو مساعده العسكري وقال له وكأنه استعاد حبل تفكيره اذكرني بأبيات مارين إنك تعرف ماذا؟ كتب عن جيراكوف سوف نلقن سرايا الجدد دروسا هيا هيا وكان إلحاحه يظهر استعداده الواضحة لإدخال بعض المراحة على نفسه فراح كايساروف يطل الأبيات عليه وهو كوتوزوف الذي يضبط الإقاع بهزة رأسه وبينما شرع بيار ينسحب استوقفه دولوخوف من ذراعه وقال له بصوت مرتفع يحمل طابعة مجيد خاص غير مبال قتل وجود غرباء يصرني أن أرقاك هنا عشية يوم لا يعلم إلا الله الذي سوف يبقون على قيد الحياة بيننا وإنني سعيد إذ أقول لك إنني آسف لسوء التفاهم القديم وإنني أرغب في أن لا يكون في نفسك شيء من الضغنة ضدي تفضل بالصفح عني نظر إليه بيار وراح يبتسم دون أن يعرف كيف يجيب بينما ضمه دولوخوف إلى صدره والدموع تتلألأ في عينه التفت الكانت بينيكسين نحو بيار بعد أن حدته بوريس ببضع كلمات ودعاه إلى مرافقته في جولته التفتيشية وقال له سوف يتير ذلك اهتمامك أجاب بيار نعم دون شك وفي غضون نصف ساعة عاد كوتوزوف إلى تتاري نوفو بينما توجه بينيكسين وحاشيته ومعهم بيار نحو خطوط القتال حسنوا رايفيتسكي هابت بينيكسين من غوركي على الطريقة الرئيسية حتى بلغ الجسر الذي دلت ضابط بيار عليه من فوق التل مشيرا إلى أنه وسط الموقع والذي انتشرت بقربه حزمة من العشبي العطر وبينما اجتاز الجسر وقارية برودينو استناروا إلى اليسار ومروا بحشد كبير من الجنود والمدافع فأردت لأبصارهم ربوة كان المتطوعون يقلبون أرضها تلك كانت الحصن الذي عرف فيما بعد باسم حصني رايفيتسكي أو بطارية التل لم يعلق بيار عليها إلا اهتماما عابرا لأنه لم يكن يعتقد قط أن ذلك الحصن سيصبح بالنسبة إليه المكان الذي يستحق الذكر أكثر من أي موقع آخر من ساحة المعركة وبعد أن عبروا وعبروا منخفضا بلغوا قرية سيموني فيتسكي حيث كان الجنود يحملون آخر أخشاب الأكواخ والمكادس وأخيرا وبعد سلسلة من المرتفعات والمنخفضات عبر حقول من الزوان الذي صحقه البرد ووصلوا إلى طريق فتحته المدفعية بين أخاديد حقلين محروتس ومنه بلغ الخنادق التي كانوا يقومون بحفرها حيث وصلوا إلى هناك رفع بينيكسين أبصاره قبالته نحو حصني شيفاردينو الذي كان حتى الأمس في أيدينا والذي كان يرى حوله بعض الفرسان ولقد زعم بعض الضباط أن واحدا من أولئك الفرسان كان ولا ريب نابوليون أو مورا فرح الجميع ينظرون تلك الناحية بتعطش ورحب بيير يسعى لمعرفتي من من أولئك الفرسان يمكن أن يكون نابوليون لكن الجماعة ما لبثت أن تركت التل وغابت عن الأبصار شرح بينيكسين للجنرال إذ كان يقترب في تلك اللحظة إلى موقع قطعاتنا بالتفصيل ورحب بيير يصغي إليه جاهدا أن يتفهم حركة المعركة المقبلة لكن العظيم نكده ولمس أن دكاءه لا يبلغ هذا الحد لأنه لم يكن يفهم من الشرح شيئا وبينما بينيكسين ينهي شرحه لاحظ ما اعترى وجه بيير من أمارات وهو يصغي إليه فسأله فجأة لن يتير هذا اهتمامك أليس كذلك؟ اعترض بيير بقليل من الإخلاص بل على العكس استداروا إلى اليسار أيضا بعد موقع الاستحكامات عبر طريق متعرج يخترق غابة من أشجار الصندر وبعد نسب ساعة انتهوا إلى فصحة جرداء تشغلها وحدة توتشوكوف التي يعهد إليها بالدفاع عن أقصى الجناح الأيصر هنا تحدث بيير طويلا وبحماسة ثم اتخذ إجراءا خيل إلى بيير أنه ذو أهمية أولية لقد كان قبالة وحدة توتشوكوف تل أهمل احتلاله فانتقد بينيكسين هذه الخطيئة بصوت مرتفع قائلا إن من الجنون ترك نقطة تتحكم بالمنطقة دون حماية وإنه يجب إقامة وحدات عند أسفل التل ولقد أعرب بعض الجنرالات عن الرأي نفسه بل إن أحدهم أعرب بصراحة عسكرية صميمية أنهم أرسلوهم إلى المسلخ فأمر بينيكسين من تلقاء نفسه باحتلال التل وبدل مراكز القطاعات أقنع هذا التصرف بيير بعجزه عن تفهم أسلوب الفن الحربي وتسأل وهو يشاطر بينيكسين وجنرالاته الرأي كيف استطاع الذي أقام وحدة توتشوكوف هنا أن يرتكب مثل هذه الخطيئة الفاحشة كان يجهل أن مهمة تلك الوحدة لم تكن حماية الموقع كما تصور بينيكسين بل إنهم أخفوها هناك استعدادا لشارك أعد سلفا بقصد مهاجمة العدو على غرة وهو في سيره ولقد خضع بينيكسين وهو يبدل ذلك الموقع لوجهات نظر خاصة حذر أن يطلع القائد الأعلى عليها بين الحياة والموت في ليلة الخامس والعشرين تلك كان الأمير أندريا يستريح في مكدس خرب بقرية كيزاكوفو عند الطرف الأقصى من الجبهة الذي يدافع فيلقه عنها وعلى الرغم من أنه كان يعتقد بأنه شخص عدم النفع وأنه لا يستحق الحياة فإنه كان يشعر بالانفعال وشدة التأثر كشعوره عشية معركة أوستيريتس قبل سبعة أعوام لقد تلق الأوامر المتعلقة بمعركة الغد ونقلها فلم يتبقى له ما يعمله لكن أكثر الأفكار بساطة ووضوحا وبالتالي الأكثر إيلاما إذ ما فتئت تهاجمه كان يعرف أن تلك المعركة ستكون أشد هولا من كل المعارك التي خاضها لذلك فقد تمثلت له لأول مرة إمكانية الموت بكل وضوح وعلى شكلها المريع بحدة بل وبتأكيد لم يعود يتسأل عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا العارض في الآخرين بل أصبح يتصوره على زاوية شخصية بحتة كما لم يعود يفكر إلا في نفسه ومن الحد الذي بلغته أفكاره أضاء كل ما كان يعذبه من عذاب مبرحا بنور أبيض بارد دون دلال ولا توقع ولا خطوط محيطة واضحة أدرك أنه لم يتأمل حياته حتى ذلك الحين إلا على وضوح مصباح سحري وتحت إضاءة إصطناعية بات يرى فجأة تلك اللوحات الملونة بغلدة دون عدسة بل على ضوء النهار الباهر راح يحدث نفسه وهو يستعيد في ذاكرته لوحات ذلك المصباح السحري الرئيسية التي راح ينظر إليها الآن على ضوء ذلك النور الأبيض البارد الذي تلقاه بفكرة الموت المشرقة نعم نعم ها هو ذا الصراب الخادع الذي طالما هزني وأطارني وآلمني ها هو ذا وهي ذا الصور الملونة بغلدة تبدو لي رائعة جدا شديدة الغموض المجد الصالح العام الحب بل الوطن نفسه كم كانت كل هذه الأشياء تبدو لي عظيمة وملئة وذات معنى عميق مع أنها كلها شديدة الشحوب غالدة على الضوء الفاضح الذي يلقيه هذا الدجار الذي أشعر أنه يشرق عليه ولقد كانت آلامه الكبرى تستنفذ كل اهتمامه غرامه موت أبيه وغزو الفرنسيين الذين باتوا يحتلون نصف روسيا وفجأة هتف بمرارة ساخرة الحب تلك البنية التي كانت تبدو لي زاخرة بكثير من القوى الغامضة وماذا؟ كنت أحبها وأقيم أحلاما غرامية شاعرية وأحلاما سعيدة يا للطفل الصغير أي نعم كنت تؤمن ولا أدري أي حب المثالي كان عليه أن يبقيها مخلصة لك طيلة عام كامل من الغياب كان عليها أن تضني نفسها بالانتظار كقسة الحمامة الحانية لكن كل شيء كان وللأسف أكثر بساطة إن كل هذا بساط بشكل مريع منفر كان أبي يبني في ليسيا غوري ويظن أن ذلك الرقم يخصه وأن فيه أرضا وهواء وقرويين له لكن نابوليون جاء فجأة ودون أن يعرف أن أبي موجود كان سهو كأنه حطام قش هو وليسيا غوري وماريا تزعم أنه اختبار آت من الأعلى فلماذا هذا الاختيار إذن طالما أنه لم يعد حيا ولن يحيا أبدا كلا إنه لن يعود بعد اليوم أبدا وإذن من هذا الاختبار الوطن خسرت موسكو لكنهم غدا سيقتلونني ولن يكون الفاعل فرنسيا بل سيكون واحدا من رجالنا مثل ذلك الجندي الذي أطلق سلاحه أمس قرب أذني سيأتي الفرنسيون وسيحملونني من قدمي ورأسي ويلقونني في حفرة كي لا تسوءهم رائحة نتنا وستقوم شروط حياتية جديدة وستصبح طبيعية تماما بالنسبة إلى آخرين كالنظم السابقة ولن أعرفها إذن لن أكون على قيد الحياة الموت نعم يمكن أن أقتل غدا الله أصبح من أهل الحياة وأن كل هذا موجود ولكنه بالنسبة إلي انتهى انتهى كل شيء تمثل مشهد الحياة في سياقها الطبيعي بوضوح دون أن يساهم فيها كل ذلك انقلب فجأة واتخذ أمام ناظريه شكلا مريعا مهددا فقشعر بدنه نهض فجأة وخرج وراح يدرع الأرض فجأة ذوت أصوات فسأل الأمير أندريا من هناك؟ دخل تيموخين الضابط دول أنف الأحمر القائد السابق لسرية دولوخوف الذي عين بسببه نقص الضباط قائدا للواء إلى المكدس خجلا وكان ضابط تابع والضباط كذلك والضابط المحاسب يتبعونه نهض أندريا متلهفا وأصغى إلى تقرير مرؤوسه ثم أنهى إليهم أوامره الأخيرة كذا يصرفهم عندما تناهت إليه من الخارج نغمة صوت المألوف لديه زمجر أحدهم وقد استضموا على ريب بحاجز ما يا للشيطان ألقى أندريا نظرة إلى الخارج فعرف بيير كان هذا يشتم خشبة اشتبكت قدمه بها وكان أندريا لا يتوقع رؤية أشخاص من بيئته وعلى الأخص بيير الذي يذكره بفترات إقامته الأخيرة في موسكو الأليمة وقال آه هذا أنت أي مصادفة جاءت بك لم أكن أتوقع رؤيتك كان في صوته وعينيه وفي كل أماراته برود وعداء شديدين حتى أن مزاج بيير المريح لم يستطع تقبل هذا الاستقبال فشعر بشيء من الانزعاج غمغم بيير الذي استعمل خلال ذلك النهار كلمتها معديمة المعنى مرات كثيرة لقد جئت هكذا إنه شديد الأهمية أردت مشاهدة المعركة سأله أندريا ساخرا آه حقا والإخوان الماسونيون ماذا يقولون عن الحرب هل استطاعوا منعها ثم أضاف بلهجة أكثر جدية وماذا يقولون في موسكو هل وصل أهلي نعم لقد قالت لي جولي ذلك ولقد ذهبت لرؤيتهم لكنني لم أجدهم إذ كانوا قد ارتحلوا إلى بيتكم الريفي الخاتمة الحزينة شاء الضباط أن ينسحبوا لكن أندريا الذي لم يكن يرغب في الإنفراد مع صديقه استبقهم وجئ بمقاعد وقدم الشاي أخذ الضباط يتأملون جسم بير الضخم في شيء من الدهشة ويصغون إلى ما يرويه عن موسكو والمواقع التي طفى بها ولقد ظل أندريا متخدا مظهرا فيه كثير من العناد حتى أن بير أخذ يفضل مخاطبة تيموخين فجأة قطعه أندريا إذن لقد استوعبت تنظيم القطاعات جيدا أليس كذلك؟ نعم أو على الأصح؟ لما كنت غير مختص فإنني لا أستطيع القول إنني استوعبته تماما لكنني استوعبت الخطوط العامة إنك أكثر تقدما من أي كان إذن قال بير وهو ينظر إليه خلال نظرته مذهولا كيف؟ إذن بدأت تقول عن تعبيني كوتوزوف لقد صرني تعينه هذا كل ما أستطيع قوله وماذا تفكر في باركلي دولوتوتولي الله يعلم ماذا قالوا عنه في موسكو هيا ما هو رأيك عنه؟ قال أندريا وهو يشير إلى الضباط اسأل هؤلاء السادة وبمثل تلك الابتسامة الحانون التي تطوف على شفتي كل من ينظر إلى تيموخين نظر بير إلى هذا فأجاب بشيء من التردد وهو شخص بعينه إلى زعيم فوجه كما ترى سعادتك لقد أبصرنا النور عندما اطلع عظم الرفعة بأعباء القيادة فسأله بير وكيف ذلك؟ حسناً لنأخذ مثلاً الحطب والعلف عندما تراجعنا أمام سوينسياني كان محظوراً لمس غمر من العلف أو قشة تبن مع ذلك لقد كان هو الذي سيستفيد منها طالما كنا سنرحل أليس كذلك يا صاحب السعادة؟ كانت العبارة الأخيرة موجهة إلى أميره وأردف ولقد متل ضابطان من فيلقنا أمام المحكمة لأسباب من هذا النوع أما مع عظم الرفعة فقد غاد كل شيء أكثر بساطة لقد شهدنا النور وإذن لماذا حضر باركلي دوتر لولي هذا العمل؟ أخذ تيموخين يدير عينه مرتبكاً بهذا السؤال دون أن يجيب فبدل الأمير أندريا إلى نجدته فقال بلهجة صخرة مريرة ولكن لكي لا نتلف الأرض التي نسلمها للعدو وأي شيء أكثر عدالة لا يمكن السماح للجنود بنهب البلاد أو القيام بأعمال السلب ولقد فكر تفكيراً صحيحاً في سمولينسك أيضاً عندما زعم أن العدو يمكن أن يلتف حولنا وأن قواتنا أكثر من قواتنا وأن قواته عفواً أكثر من قواتنا وفجأة صاحب بصوته الثاقب مع ذلك فإن ما لم يستطع فهمه نعم ما لم يستطع فهمه وأننا كنا في سمولينسك ندافع لأول مرة عن أرض روسية وأننا صددنا يومين متعاقبين هجمات الفرنسيين وأن مقاومتنا ضعفت قوانا إلى عشرة أمثالها مع ذلك فقد أمر بالانسحاب فباتت مجهوداتنا وخسائرنا كلها عدمت الجدوى لا ريب أنه لم يكن يفكر في الخيانة بل كان يعمل جاهداً لبلوغ أفضل النتائج لكي يزين كل الأشياء لكنه من أجل ذلك بالذات لا يساوي شيئاً إنه لا يساوي شيئاً نعم لأنه ككل ألماني جيد يهتم كثيراً بكل الأمور كيف أفسر ذلك؟ لنفرض أن لأبيك خادماً ألمانياً إنه تابع ممتاز يحدث رغبات أبيك وينفذها أفضل مما تستطيع أنت فتترك له الحرية التامة في خدمته ولكن إذا كان أبوك مشرفاً على الموت فإنك حينئذ ستنحاني ذلك الرجل وستعنى بأبيك بيدك العديمتي المهارة والحضق وسترفه عنه أفضل مما يفعل غريب مهما بلغ شأنه وهكذا تصرف مع باركلي دوتولولي طالما كانت روسيا على ما يرام كان يستطيع الأجنبي أن يخدمها وأن يقوم بدور وزير ممتاز ولكن منذ أن أصبحت في خطر بات من الضروري أن يكون فيها رجل من دمها لقد زعموا في ناديك أنه خائن ولسوف يخجلون ذات يوم من هذه المسبة وسيجعلون منه بطلاً أو عبقرياً الأمر الذي سيكون أكثر إجحافاً إنه ليس أكثر من ألماني شريف ومدقق اعترد بيير إنهم يقولون إنه رجل حرب ماهر فرد أندريا بابتسامة ساخرة إنني أجهل معنى هذا القول إن رجل حرب ماهر هو الذي يرى كل العرضية سلفاً هو الذي يخمن نوايا العدو رد أندريا وكأن المسألة قد حسمت منذ زمن بعيد لكن هذا مستحيل نظر إليه بيير بدهشة وقال مع ذلك فإنهم يزعمون أن الحرب تشبه شوطاً من أشواط الشاترانج فقال أندريا نعم مع ذلك الفارق الصغير التافه هو أن في الشاترانج يستطيع المرء أن يفكر بعد كل حركة كما يشتهي إذ إن الوقت لا يلعب فيه أي دور ومع ذلك الفارق أن الفارس أقوى دائماً من البيضق وأن بيضقين أقوى دائماً من بيضق واحد بينما في الحرب يكون اللواء أحياناً أقوى من فيلق كامل وأحياناً أضعف من سرية ما من أحد يستطيع قط معرفة قوى القطعات النسبية صدقاً إنه لو كانت النتائج تتوقف على الإجراءات المتخدة في قيادات الأركان لا ظلت في القيادات العامة لإعطاء الأوامر في حين أن لي شرف الخدمة هنا في هذا الفوج من هؤلاء السادة وأقدر أن نتيجة يوم غد تتوقف علينا إن النجاح لم يتوقف قط ولن يتوقف أبداً على الموقع ولا التسلح ولا حتى على العدد أي على أي حال ليس على الموقع على أي شيء إذن على الشعور في نفسي وفي نفسه وأشار إلى تيموخين وفي نفس كل جندي نظر الأمير أندريا إلى تيموخين الذي حدق في رئيسه بعينيه المروعتين القلقتين لقد بدأ الأمير أندريا الآن مضطرباً وهو الذي كان صموطاً متحفظاً من قبل وكان واضحاً أنه عجز عن كبت الأفكار التي هاجمته فجأة إن هذا يربح المعركة التي صمم بعزم على أن يربحها لماذا خسرنا معركة أوستيرليتس؟ لم تكن خسائرنا تفوق خسائر الفرنسيين لكننا حدثنا نفسنا في وقت مبكر بأننا هزمنا فكنا مهزومين ولقد قلنا لأنفسنا ذلك لأننا ما كنا نرغب في القتال كنا نريد مغادرة ساحة المعركة بأسرع ما يمكن لقد ضاعت المعركة فلم يبقى إلا الفرار ثم فررنا ولو أننا لم نعمد إلى هذه اللغة لكان الله يعلم بما كان سيقع أما غدا فسيكون الأمر مختلفا أنت تتنبأ بأن جناحنا الأيصر ضعيف وأن جناحنا الأيمن طويل الامتداد هذه التراهات سوف تقع غدا ملايين وملايين من الحوادث العرضية تجعل لرجالهم ورجالنا في وقت ما يفرون ويتسبب كل هذا في مقتل فلان أو فلان ولكن بانتظار ذلك كل ما صنع وأقيم ليس إلا لعبة إن أولئك الذين زرت معهم الموقع أبعد من أن يساعدوا على سير العمليات إنهم يعملون على عرقلتها إنهم لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية التافهة قال بير صاختا أفي مثل هذه اللحظة؟ استأنف الأمير أندريا نعم في مثل هذه اللحظة إن هذه اللحظة في نظرهم ليست إلا اللحظة المناسبة لنسف مركز خصم والحصول على صليب أو وشاح آخر إليك حسب ما أرى الموقف كما هو سيتقاتل غدا جيش مؤلف من مئة ألف روسي ضد مئة ألف فرنسي والجيش الذي سيكون أشد ضراوة وأقل اقتصادا لمجهوداته هو الذي سيربح المعركة وإنني أقول لك إن مهما حدث وعلى الرغم من مؤامرات الرؤساء فإننا نحن الذي سننتصر نعم غدا سنربح المعركة رغما وضد كل شيء تدخلت موخين قائلا إن الحقيقة الحق يا صاحب السعادة إذ هل هذا وقت التحفظ؟ هل تصدق أن جنود لواء رفضوا شربة قطرة واحدة من الشراب؟ إنهم يقولون ليس الوقت مناسبا ران صنط طويل فنهض الضباط وتبعهم الأمير أندريا ليزودهم بآخر تعليماته وعندما انصرفوا أراد بير أن يستأنف البحث لكن وقع حوافر جياد كان وقع حوافر جياد والآخر يجب مؤيدا هذا صحيح إن الغاية هي إضعاف العدو بينما لا تدخل خسائر الأفراد الخصوصيين في ميزان التقدير بديهيا وعندما مر الرجلان ردد الأمير أندريا في غضب متفجر فعلا يجب أن تمتد الرقعة إن أبي وابني وأختي ضلوا ضمن هذا الامتداد بينما لا يهتم هذان السيدان بالموضوع هذا ما كنت أقوله لك ليس هؤلاء الألمان الذين سيربحون المعركة غدا إنهم سيفسدون كل شيء بقدر طاقتهم لأن رأسهم الضخم لا يستوعب إلا آراء لا أدفع دبوسا تمنا لها وليس في قلبهم شيء مما يجب إعطائه من أجل الغد شيء مما في قلب تموخين بعد أن أعطوه أوروبا كلها أخذوا الآن يتدخلون لتلقيننا الدروس وعقب بصوت حاد آهنيا للأساتد الفاتدين الذين لدينا هنا سأل بير هل تظن إذن أننا سنربح المعركة أجاب أندريا ساهما نعم نعم على أي حال لو أن الأمر لم يكن متوقفا إلا عليه فإننا لن نأخذ أسرى أسرى إنه عمل من الفروسية لقد نهب الفرنسيون بيتي وهم مصممون على نهب موسكو لقد أهانوني ولم يفتأوا يهينوني كل لحظة إنهم أعدائي أرى فيهم جميعا مجرمين يجب قتلهم وطالما أنهم أعدائي فإنهم لا يمكن أن يكونوا أصدقائي رغم كل محاضراتهم الجميلة في تلست قال بير مؤيدا وقد التمعت عيناه بالتأكيد إنني من رأيك تماما بدت المشكلة التي ما فتأت تشغل بال بير منذ منحدة لموجايسك واضحة الآن وقد حلت نهائيا بات يفهم معنى هذه الحرب والمعركة والمعركة المقبلة تماما ولقد اتخذ كل ما رأاه ذلك اليوم وما شاهده من وجوه صارمة متزنة في أثناء مروره ضوءا جديدا أمام عينيه أدرك الحرارة الكامنة كما يقولون في الفيزياء الوطنية لأولئك الناس كلهم وباتت تشرح له الآن لماذا يستعدون جميعا للموت بهدوء قريب من اللاشعور استأنف الأمير أندريا إن عدم أخذ أصرا معناه تحويل الحرب كلها وجعلها أقل قساوة وبدلا من ذلك فإننا للأسف نلعب لعبة الحرب إننا نظهر كرمنا وهذا الكرم وهذا الإحساس يذاكرني بإحساس لربة بيت صغير تشعر بالإنزعاج أمام منظر وهو لعجل يدبح لأن قلبها الرقيق لا يسمح لها برؤية الدماء تسيل لكنها تشبع معدتها راضية من لحم ذلك العجل بالذات المعد مع المرق الجيد إنهم مبرزون قوانين الحرب الإنسانية الفروسية احترام المفاوضين وإلى آخره كل هذه التراهات لقد شهدت كل هذه الأشياء الجميلة عام 1805 لقد خدعونا وخذعنا إنهم يسلمون بيوتنا للسلب ويضعون قيد التداول أوراقا نقدية زائفة ثم وهو الأسوأ يقتلون أبي وأولادي ثم يأتون إلي بعد ذلك ليحدثوني عن قوانين الحرب والكرم حيال العدو كلا لا يجب أخذ أسرا بل يجب قتلهم جميعا وصير كذلك إلى الموت إن ذلك الذي بلغ مثلي هذا الاعتقاد مرا بما مر بي من آلام أراد الأمير أنريا أن يقول إنه السيان عنده احتلت موسكو أم لم تحتل كما وقع لسمولينسك لكن غصة اعتصرت حنجرته فخطى بضع خطوات صامتة ثم عاد إلى بحثه محموم العينين مرتعد الشفتين لو لا هذا الكرم المزيف لما كنا لنمشي إلا عندما يجب الذهاب إلى موت المحقق كاليوم ولن تكون هناك حروب بحجة أن باول إيفانيتش قد لهان ميخايال إيفانيتش وقد تنشب حرب كحرب اليوم ستكون حينئذ حربا حقيقية ولا ريب أن عدد القطاعات وتأثيرها سيكون أقل كثيرا مما هو عليه اليوم لأن كل هؤلاء الهسيين والويستيفاليين الذين يجرهم نابوليون وراءه ما كانوا ليتبعه إلى روسيا ولما ذهبنا نحن لنقاتل في بروسيا والنمسا دون أن نعرف السبب أي محل للظرافة في الحرب أليست الحرب أكثر ماهير وجود خزيا يجب أن يتذكرها المرء فحسب لا أن يجعل منها تسلية إن هذه الضرورة المريعة يجب أن تتقبل بالرغبة الجدية لنبعد كل كذبة الحرب إنها الحرب وليست ألعوبة لا يجب أن يجعل منها تسرية برسم العاطلين وذوي الأفكار الطائشة أليست المهنة العسكرية معتبرة أن بل كل المهن وصحى أندريا آه يا عزيزي لقد برمت بالحياة كثيرا في الآوينة الأخيرة لا ريب أنني بدأت أفهم أشياء كثيرة إنه ليس من المناسب للرجل أن يتضوق ثمار شجرة الخير والشر ثم إنه لن يتضوق طويلا على أي حال لكنني أراك نائما لا ريب أن الوقت قد أزف لأغفو قليلا عد إلى غوركي أجاب بير وهو يلقي على أندريا نظرة مطبوعة بالألم آه كلا بل نعم امضي امضي لكي يقاتل المرء جيدا فيجب أن ينام جيدا اقترب فجأة من بير وعانقه بفدة وهتف هيا اذهب الوداع ترى هل يرى أحدنا الآخر أبدا واستدار بسرعة ودخل المكدس ولما كان الضلام قد هبط فإن بير لم يستطع أن يميز وجه صديقه خلال فترة الوداع هل كان حانيا أم صارما تردد بعض الوقت في اتخاذه قرار اللحاق به لكنه قال لنفسه مصمما كلا إنه ليس في حاجة إلي ثم إنني أعرف أن هذا آخر لقاء لنا وأطلق صفرة عميقة وعاد إلى غوركي بعد أن دخل مكدسة تمدد أندريا على بساط لكن النوم لم يجد إليه سبيلا لقد كانت الصور تلو الصور تحاصرهم فتوقف عند إحداها هاشا باشا كان يرى صهرة في بيترسبيرغ ونطاشا تروي له باندفاع كيف ضاعت في الصيف الماضي في غابة كبيرة بينما كانت تسعى وراء الفتر كانت تصف له بحماسة الغابة العميقة والإحساسات التي اعتلجت في فؤادها والحديث الذي ضار بينها وبين أحد مربي النحل وتقطع حديثها في كل لحظة اللي تقول له كلا لا أحسن الرواية فلا تستطيع إذن أن تفهمني لكنه كان يطمئنها زعما أنه يفهمها فهما كاملا لأنه في واقع الحال كان يعرف ما ستقوله وكانت نطاشا تتحصر لأنها لا تستطيع الإعراب عن الانفعال الشاعري الذي استحود عليها ذلك اليوم وتقول بحماسة ووجهها متضرج كان ذلك الهرم فتانا جدا والظلام كثيف جدا في الغابة وله عدد طيب جدا كلا لا أحسن الرواية وراح أندريا يبتسم تلك الابتسامة السعيدة التي كانت تطوف على شفتيه كلما نظر في عينيها آه كنت أفهمها جيدا نعم كنت أفهمها وكنت أحب فيها روحها الجيشة المتهورة التي كانت أشبه بالسجينة في جسدها نعم تلك كانت الروح التي كنت أحبها حبا عنيفا يبعث في نفسي سعادة غامرة وفجأة تذكر الخاتمة الحزينة لذلك الحب قفز عند هذه الذكرى وكأن أحدهم وسمه بحديد المحمى وعاد يدرع أرض المكدس جئة وذهابا